وهنا طبعا في حاجات كتيرة جدا نازم نتكلم فيها لانه على مدار الزبوع يمكن كنت بعيد شوية لكن كنت متابع بحاول كنت على قد ما اقدر اتابع الاخبار وتطورات فكرة نهاية التعاقد مع فيتوريا فكرة الاتفاق على تولي كابتن حسام حسن المسئولية كلها الحقيقة وان كانت اجابات مؤقتة لكن بالنسبة لي انا طرحت كتير جدا من علامات الاستفهام على ازاي او كيف ستدار الكرة المصرية فيما يتعلق طبعا بالمنتخبات في الفترة اللي جاي هو كابتن حسام حسن وجوده بنج مخدر محاولة الامتصاص الصدمة ولا هو مدير فني جاي باهدافه طموحات لفترة اعتقد انها تكون مهمة جدا وصعبة جدا سواء تصفيات كاس عالم سواء امم افريقيا 25 سواء كاس العالم 26 كابتن حسام حسن جاهز انه يكمل المشوار وجاي وهو عارف انه مفترض منه او مطلوب منه يوصل كاس عالم وينفس على امم افريقيا ويعمل حاجة في كاس العالم لانه اعتقد ان احنا متفقين بعد النسخة الاخيرة من مونديل قطر انه المشاركة في حد ذاتها ما هيش هدف وانه طموح المنتخبات مع مشاركة اكيد يعني اعتقد انه اكيد بقى يعني دي ما فيهاش هزار فكرة انه يبقى في عشر منتخبات طالعة من افريقيا ما فيه مش منتخب مصر دي تبقى تبقى حكاية ورواية كبيرة جدا لكن في النهاية خلينا نقول حتى مع تولي كابتن علاء نبيل مسؤولية الموديل الفني اتحاد كرة القدم وكلامه النهاردة على انه بيحط خطة لتطوير منظومة الكرة المصرية هو ده اللي اتكلمت عليه في اليوم اللي خرج فيه منتخب مصر الكرة بالنسبة للمصريين مش مجرد رياضة ومش مجرد هواية عند المصريين اعتقد ان الكرة جزء كبير جدا من عشقهم ومن متعتهم ومن سعادتهم ومن افرحهم وكانت اكتر حاجة طول عمري بشوف ان المصريين بيتجمع عليها اه فيه اهلي وفيه زمالك وفيه اسماعيلي وفيه مصري وفيه اتحاد وفيه عندها كبيرة جدا جماهرية وليها شعبيتها وليها عشقها اللي بيعشقوها بجنون لكن كان الالتفاف حوالين منتخب مصر حاجة ملهاش مثيل للأسف افتقدناها في السنين الاخيرة ممكن لو بصيت نظرة موضوعية شوية انا عارف طبعا عندنا مطش بوزداد خلاص واغلب الناس خلاص ما بتفكرش في قوم افريقيا وقصة وانتهت بالنسبة لهم واحنا عندنا كاهلي مطشو مهم جدا يوم الجمعة الجاية اكيد طبعا هفرد له مساحة كبيرة وطمينكم على السعادات النادي الاهلي لكن في النهاية مقدرش فوت واحنا النهاردة بنتابع مباراة النهاية مقدرش فوت اللي حصل واللي بيحصل على مدار سنين طويلة جدا يمكن تكون غطت شوية على حالة التشوه في منظومة الكرة المصرية فكرة انك انت بتوصل مرة لنهائي امم افريقيا قدام الكاميرون ومرة تانية مرة تانية توصل النهاية قدام السنغال تقدر تتأهل بشقة الانفس لكاس العالم بس تروح ما تعملش حاجة حاجات دي كانت مسكنات خلتنا نغمض عينينا على عشوائية في ادارة الكرة المصرية استمرت لسنين واثنين لا يتحملها بالتأكيد مجلس الادارة الحالي عشان نكون منصفين يتحمل جزء المسؤولية لكنه لا يتحمل جزء لا يتحمل كامل المسؤولية مسؤولية يتحملها كل من تعاقب على ادارة الكرة المصرية في السنوات الاخيرة والسؤال هنا هل سؤال حقيقي اللي على المسؤولين انه هم يجدوا اجابة قبل ما اسأل جمهور وقبل ما اسأل كل اطراف المنظومة عندي يا لعبين مدربين السؤال هنا القائمين على وضع الرؤية وضع الخطة وضع الاهداف هل احنا عندنا استراتيجية حقيقية لتطوير الكرة المصرية الكلام مش على المنتخب الاول على فكرة عمر انت النهاردة لو انت فاكر انك انت جبت كابتن حسام حسن فكابتن مع كامل احترامي ليه وانا كنت من المتحمسين لتجربة حسام حسن بعد قالت كارلوس كيروش يعني قلت انه حسام حسن ممكن تكون المرحلة دي يكون جذير بتوالي مسؤولية منتخب مصر لكن قصة مش قصة حسام الحقيقة وحسام لا يملك عصة صحرية ممكن يجتهد وممكن ينجح شيء وارد جدا خصوصا انه بشوف انه نجحات المنتخب دايما بتبقى مع المدربين المصريين اللي عندهم القدرة على القيادة اكتر من نواحي الفنية والتكتيكية يعني لكن في النهاية هل حسام حسن يملك عصة صحرية؟ بلاش هل لو جبنا افضل اسم من افضل مدربين في العالم النهاردة الدنيا تتحول 180 درجة منتخب مصر هياخد الكنف في المغرب في سنة 25 كمان سنة هل منتخب مصر هيروح في كاس العالم يقدم عروض مبهرة مثلا مثلا زي لقدمها منتخب المغرب اشك هاد جوارديورا يمسك النهاردة منتخب الاول القصة مش قصة مدرب مش قصة مدير فني فيتوريا عنده يعني اخفاقات يتحمل مسئولية ظهور المنتخب بالمستوى ده اه لكن فيكتوريا مش كل الاسباب وفيكتوريا مش او رحيل فيتوريا مش هو الحل وتولي كابتن حسام حسن مش هو الحل المشكلة الحقيقة اكبر بكتير من انا اقولها لكم حتى في حلقة كابلة من السادسة يعني يعني الكلام اللي انا بسمعه من 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 اول ما بقيت جوز من منظومة الاعلام الرياضي في مصر وجوز من منظومة النادي الاهلي وانا بسوف الاهلي ازاي بيشتغل في تراك لوحده بعيد كل البعد عن كل الاليات والطرق والاساليب اللي بتدار بيها الكرة المصرية وكل الحاجات اللي بتأثر فيها على المستوى الانديو على المستوى المنتخبات وعلى المستوى الاتحادات اللي بتسمعه هنا برا الهوى بيقول ان احنا محتاجين قنبلة زرية يعني يعني محتاجين بجد محتاجين ننسف المنظومة من اساسها ونحط تصور لمنظومة جديدة ومش عيب ابدا لما نبدأ من الصفر عندنا من الامكانيات وعندنا من المواهب وعندنا من الكوادر اللي ممكن يحقق الكرة المصرية نقلة تستحقها بجد بجد يعني عندنا كل الادوات اللي تمكننا من احنا نحط الكرة المصرية في مكان تاني وبص على الاهلي عمرها ما كانت بالامكانيات المادية بس على فكرة الادارة مش بس امكانيات اسهل حاجة انك انت توفر لك كل الامكانيات فتيجي الدير واصعب حاجة في الدنيا انك انت تشتغل بامكانيات قليلة لكن تقدر تحقق تحط اهداف وتخط الاليات اللي تقدر من خلالها تحقق الاهداف دي وانا هنا شفت ده انا مع الاهلي شفت ده على كل المستويات نجحات على المستوى المحلي وده كان اسهل شيء تقريبا تقريبا جمهور نادي الاهلي بيبص البطولة المحلية واحنا بنبدأ في اول موسم على انها في جيبه بطولات افريقية او بطولات قرية على المستوى القري نجحات لا مسيل لها على مستوى دوري الابطال على مستوى السوبر الافريقي نجحات على المستوى العالمي وانت بتقابل كبار العالم في نسخ مختلفة من كس العالم للأندية فوارئ كبيرة جدا فيها الإمكانات وبتقدر تحقق ده ده يقول ايه في الآخر مش حبا ولا مجملة ولا عشقا ولا انتماءا في الندي الأهلي ده حقائق مفهش ما بتدخلش فيها واطف بأي شكل ماشكال لكن هنا نتكلم على الإدارة هنا لابد ان احنا نتكلم على الإدارة كيف تدير ودي للأسف مشكلة افتقدناها على مستوى الكرة المصرية في الـ 14 سنة الأخير